أهلا بحضراتكم من جديد لسا معاكم وحديث القاهرة الفقرة دي كالعادة الأخبار اللي صنعت حديث القاهرة متواجدة معنا هنا بالصورة وبالقصة كمان اللي ورا الخبر خلينا نبتدي من الخبر ده من مصر تايمز الخبر عن لأول مرة الفكرة دي هتتطبق في مصر وإن شاء الله هتتطبق تدريجيا في كل المحافظات لأن لأول مرة سوق اليوم الواحد اللي بيتكرر في نفس اليوم كل أسبوع حيكون ليه مكان في مصر السيد وزير التموين افتتح أول أسواق اليوم الواحد في القاهرة تحديدا كان في مدينة نصر والسوق ده يوم الجمعة خمسين عربية تابعة لوزارة التموين فيها كل السلع اللي بتتصوروها من أول اللحوم والدواجن لحد الخضار والفكهة الزيت والسكر والرز وكل الشيء الحاجات دي هتكون موجودة كل أسبوع في نفس المعاد حسب كل منطقة بدأوها بمدينة نصر اللي حيكون فيها في نفس المكان كل يوم جمعة على مدار اليوم الأسعار بتقل عن الأسعار الخارجية تقريبا على حد الأدنى من الربع أو التلت أو النص السعر اللي موجود برا فيعني هتكون فرصة موجودة في كل المحافظات زي ما قلنا وحتتطبق بالتدريج الأيام الجاية هنشوف كمان في القاهرة في أماكن زي المرج وغيرها وبقية المحافظات كل محافظة هتحدد المناطق بالأيام بتاعتها علشان يكون في تسهيل أكتر على الناس إنها تقدر تلاقي السلعة اللي هي عايزاها بالسعر اللي أفضل من الأسعار اللي برا ده طبعا تسهيلا على الناس إن شاء الله الناس كمان اللي بتتابع من يوم الخميس اللي كمشروع موجود في اسكندرية اللي بدأ بالفعل يا ريت تقول لنا أخبار المشروع بتاع سوق اليوم الواحد ده إيه؟ لأنه كان خميس وكل خميس بيتعمل هذا السوق هستنى رأيكو في المشروع وأتمنى أن الناس تقدر تستفيد منه